موسيقى نشط الثالث عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار وابرز عنوينها مقتل مدنيين في درنا جرى تعرض سيارتهما للقصف من طائرة تابعة لعملية الكرامة على طريق المؤدي إلى أم الرزم مارتين كوبلر يحث المجلس الرئاسي على العمل على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ومساعدة النازحين والمبعوث الأمريكي لليبيا يسنكر مقتل مدنيين في طرابلس ودرنا ويطالب بتحقيق فوري موسيقى قوات البنيان المرسوسة تؤكد أنها لم تفقد أي شبر من المناطق التي سيطرت عليها ومستشفى مصرات المركزي يشكو قلة الإمكانيات ويطالب بدعمه موسيقى أفاد الناطق باسم مجلس شرى مجاهد درنا وضواحيها حافظ الضبع بمقتل رجل وابنه بعد قصف سيارتهما من طائرة حربية تابعة لعملية الكرامة صباح اليوم وأوضح الضبع لقناة ليبيا لكل الأحرار أن طائرة استهدفت السيارة في منطقة الأردام جنوب درنا على طريق العام المؤدي لأم الرزم والذي يعتبر المخرج الوحيد للمدينة باتجاه طبرق والبيضاء وأضف الناطق باسم مجلس شرى مجاهد درنا وضواحيها أن طائران عملية الكرامة يتعمد استهدفت السيارة المدنية على الطريق العام بحسب قوله مشيرا إلى أن الطيران الحربية التابعة لعملية الكرامة قصف الأحد منطقة الحيلة عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن سوحلي عن استيائه من تأخر المجتمع الدولي في الإفاء بتعاهداته والتزاماته بدعم القوات التابعة للمجلس الرياسي والتي تحارب ما يعرف بتنظيم الدولة في سرد وأكد سوحلي أثناء لقائه بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مرتين كوبلر في طرابلس أهمية مباشرة المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرياسي أعمالهما من طرابلس مستنكرا صمت حكومة الوفاق عن قصف المدنيين في درنا من جانبه عبر كوبلر عن إدانته لقصف واستهداف المدنيين في مدينة درنا مشددا على أن مجلس الأمن سيرفع حظر السلاح عن القوات التي تحارب ما يعرف بتنظيم الدولة في سرد عندما يتأكد من تبعية هذه القوات للقائد الأعلى للجيش الليبي المتمثل في المجلس الرياسي لحكومة الوفاق حسب قوله في بنغازيا فاذ سلاح الجو التابع لعملية الكرام باستهداف طائراته لمواقع يتمركز فيها مجموعات وصفها بالإرهابية وأوضح سلاح الجو التابع لعملية الكرامة عبر صفحة على الفيسبوك أن الغارات الجوية استهدفت مساء أمس محيط جزيرة مصنع الأنابيب وتمركز آليات وأفراد بمنطقة غنفودة وكان السلاح الجوية التابع لعملية الكرامة قد أعلن عن استهدافه صباح أمس بضربات جوية مركزة في البحور نفسه بمحيط جزيرة مصنع الأنابيب في سياق نفس نشأت وكالة بوشرة الإخبارية صورا تبين وآثار الدمار الذي خلفه قصف طائرات عملية الكرامة على منطقة غنفودة ببنغازي كما تظهر الصور أن الغارات الجوية استهدفت يوم أمس منازل سكانية وسوتها بالأرض وآثار أضرار مادية في محيط بعض المنازل وفقا لما نشرت وكالة بوشرة الإخبارية حث المبعوث الأمام إلى ليبيا مارتن كوبلر المجلس الرياسي على العمل على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين من أدوية واغذية وكهرباء إضافة إلى مساعدة النازحين داخليا وأضف كوبلر في تغريدة له على تويتر أن المواطنين الليبيين يتوقعون تحسين أوضاعهم المعيشية مع السلام وزراء حكومة الوفاق المفوضين من المجلس الرياسي لمهامهم مؤكدا استعداد الأمم المتحدة للمساعدة وقال كوبلر أن المجلس الأعلى للدولة يلعب دورا مهما حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي مشيرا إلى لقائه بعدد من أعضاء الحوار السياسي بطرابولوس ومناقشة كيفية الخروج من الأزمة السياسية استنكر المبعوث الأممريكي إلى ليبيا جوناثا ونر مقتل عدد من المدنيين في طرابولوس ودرنا داعيا إلى التحقيق الفوري في هذه الحوادث لتحقيق العدالة على حد تعبيره وضف ونر في تغريدة له على تويتر أن التقارير التي تحدثت عن مقتل معتقلين في طرابولوس أفرج عنهم مؤخرا ليس في صالح ليبيا مشبها ما حدث بمحاكاة سلوك القذافي ودعا إلى وضع حد للإفلات من العقاب للتعليق معنا عبر سكايب من روم النشط السياسي محمد فؤاد سيد فؤاد المبعوث الأمم إلى ليبيا مارتين كوبلر كان قد أكد أن المجلس الأعلى للدولة يلعب دورا مهما حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي برأيكم ماذا يمكن أن يقدم المجلس الأعلى للدولة لتجاوز الأزمة السياسية خاصة أن دوره يبقى استشاريا بسم الله طبعا هو مجلس الأعلى للدولة ليس فقط مجلسا استشاريا كما يظن البعض لديه صلاحيات محددة وواضحة حسب الاتفاق السياسي وخصوصا في عملية إصدار القوانين إلا للأسف الشديد توقف عمل الحكومة أو عدم عمل المجلس الرئاسي إلى اليوم هو من يعطل الاتفاق السياسي ومن وراء هذا التعطيل شيئين أساسيين الأول وهو عدم قدرة الحكومة على العمل أو عدم قدرة المجلس الرئاسي على العمل بسبب الخلافات المستمرة بين أعضائه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى غياب البرلمان وعدم قيامه بتعديل الدستوري وعدم إعطائه الثقة للحكومة هذا هو ما يعطل عمل المجلس الدولة الذي يأتي ثالثا بعد المجلسين الأولين هل تعتقدون أن وزراء حكومة البفاق المفوضين قادرون على تلبية احتياجات المواطنين في ظل هذه الظروف مع العلم أن كوبلر دعاهم إلى توفير الخدمة الضرورية من أدوية واغذية وكهرباء أجل لو كانت موجودة الإرادة السياسية للعمل لكانوا استطاعوا أن يقوموا ببعض الشيء ولكن للأسف الشديد نشاهد بطء شديد جدا من الحكومة نفسها ليس فقط من المجلس الرئاسي الوزراء الآن مفوضون المفروض أنهم يبدأون العمل للأسف الشديد نحن نقترب اليوم من 80 يوم من وصول المجلس الرئاسي إلى طرابل ولم نرى أي عمل يعني الحكومات مشلولة ولا نعرف السبب لماذا لا يقوم هؤلاء الوزراء بعملهم ما فيش حد يقدر يعرف بينما المواطن العادي يعاني الأمرين كل يوم المبعوثة لأمريكي لليبيا جوناثا ونار كان قد دعا إلى فتح تحقيق في حوادث مقتل عدد من المدنيين في طرابلس ودرنا هل تعتقد أن فتح تحقيق على المستوى الوطني قد يساعد على كشف الجناه ومنع الإفلات من العقاب؟ هو على الأقل من يقتل المدنيين في درنا الكل يعرفه يعني إلى اليوم للأسف الشديد هناك ضحيتين آخرين من ضحايا حبتر يقصف المدنيين بالطائرات يعني هذا فقط كافي وشاهد موقف مارتين قبلر نفسه حيث طال اعتبر قصف المدنيين جريمة حرب وطالب بالتحقيق في المحكمة الجناهية الدولية للأسف الشديد إلى اليوم المجلس الرئاسي لم يخرج حتى بيانا يعز فيه طحايا درنا أداء المجلس الرئاسي مخير بالأمال حقيقة النشط السياسي محمد فهد شكرا جزيلا لك أكد المكتب الإعلامي لغرفة العمريات الخاصة التي شكلها المجلس الرئاسي أن قوات البنيان المرصوصة حققت انتصارات كبيرة على كافة جبهات القتال مضيفا أنها لم تفقد أي شبر من المناطق التي سيطرت عليها وأضف المكتب في إجازة صحفية قوات البنيان المرصوص سيطرت بالكامل على منطقة هراوة والسواو والميناء البحري وواصلت تقدمها في محور كبر الغربيات وأملت الطريق الرابط بين سيرت وهواء وهراوة وأوضح المكتب الإعلامي لغرفة العمريات الخاصة أن سلاح الجو شن عدة غارات جوية استهدفت مواقع تتمركز بها قوات ما يعرف بتنظيم الدولة في سيرت وضواحيها وقال عضو المركز الإعلامي لغرفة العمريات الخاصة التي شكلها المجلس رياسي أبو بكر مصطفى أن قوات البنيان المرصوص سجلت مقتلى خمسة شهداء وسبعة جرحا يوم أمس وأوضح مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ما يعرف بتنظيم الدولة فجر ثلاث سيارات مفققة أسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء اثنان منهم من قوات عملية البنيان المرصوص والثالث عنصر طبي مساعد في المستشفى الميداني بمنطقة الخمسين وأضف مصطفى أن الشهدين الآخرين سقطوا في انفجار قذيفة في المحطة البخارية سر مهشرا إلى أن سلاح الجو استهدف عدة مواقع تتحصن فيها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في المدينة لتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من مصطفى الناطق باسم عملية البنيان المرصوص محمد الغصري سيد الغصري ما هي آخر تطورات العملية داخل مدينة سرط؟ هل قمتم بالسيطرة على مناطق جديدة؟ أنا أسألتك عن آخر تطورات العملية الميدانية داخل مدينة سرط وما إذا كنتم قد قمتم بالسيطرة على مناطق جديدة؟ نعم تفضل آخر تطورات طبعا اليوم في بعض التحركات من جانب قواتنا للتقدم باتجاه العدو من محورين أعتفد حسب الخطة الموضوعة والتقدم دائما ببطء قليلا لكن على الأقل لتخصيف الخصائر لأن العدو الآن يتمركز بقنصين في العمارات وفي منطفة وردوه طيب يعني هل لا تزال العمليات الانتحارية سيد الغصري تشكل عائقا أمام تقدم قواتكم؟ العمليات الانتحارية هذا السوق اللي مازال عنده العدو داعش بعد هذه الداحظناهم إلى محاق لهم الموسيرات المفخة هذه استخدمتها والقناسة فقط هذا ما مزال لديهم من التعامل مع قواتنا طيب ولكن هل لديكم أي إمكانية للتخلص من هذه الاستراتيجية التي يتبعها ما يعرف بتنظيم الدولة؟ أخي الكريم نقول لك فيه صعوبة بالتخلص منها ولكن نحن نحن نتعامل مع سيارات المفخة بالطبيعة أنا بتكون صعوبة جدا جدا من ناحية التعامل مع شخص شخص في دماغه وكما يقوله في عقلته وكذا يقوله أنه داخل الجنة وأنه ينتحر عشان يدخل الجنة ويشوف الجنة بين عيونه وخورة فقط مرسقين هلة في دماغه يجي فجر نفسه شكرا جزيلا لك ناطق باسم عمرية البنيانة المرصوصة محمد الغصري أكد المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى علي الحاسي أن الوضع في منطقة الهلال النفطي مستقر وأضف الحاسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى ما زالت تحافظ على المناطق التي حررتها مؤخرا في بن جواد والنفلية والتي كانت تحت سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة وقال الحاسي أن جهاز حرس المنشآت ما زال ينتظر التعليمات من وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الوطني للتحرك باتجاه شرق مدينة سرد دعا مستشفى مصطة المركزية الجهات المسؤولة إلى توفير الدعم لعلاج الجرحة خاصة مع نقص أدوية التخدير والمستلزمات الطبية الخاصة بالعمريات وأشار إلى أن قرابة مئة جريح يحتاجون إلى علاج بالخارج التفاصيل في هذا التقرير هنا في مستشفى مصرات المركزي يرقد أسود معارك سرد الذين سطروا ملاحم البطولة بسواعدهم لدحر ما يعرف بتنظيم الدولة هذا العدو الذي اغتصب الأرض والوطن لم يطلب الكثير غير لفتة من حكومة الوفاق للاعتناء بهم والله الحكومة هذه مرقوش منها اللي تبرق فينا نشوف الجرحة نديروا يبرقوا حتى المستشفيات المستشفى وقدامك أنت حتى ممكنياتها محدودة الحق ومستشفنا ولا ما مقصر معنا دي نجاهدهم لكن ممكنياتهم ممكنياتهم ضعيفة للأخير مرقوش هذه المسؤولين يبرقوا في حالات الجرحة ورغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها التواقم الطبية والطبية المساعدة تبقى أمكانية المستشفى مصرات المركز ضعيفة وهو يعاني نقصا في أدوية التخدير والمستلزمات الطبية الخاصة بالعملية الجرحية إضافة إلى مشاكل نقل الجرح إلى الخارج بالنسبة لأمكانيات المستشفى طبعا ضعيفة جدا بالنسبة لعادة الحالات وتوفير الإمكانيات سيئة جدا بالنسبة المستشفى خاصة في الأدويات التخدير والمهدات اللازمة والتجهيزات مناسبة للعمليات مستشفى مصرات المركزي أكد أن ما يقارب الماء تجريحا حالتهم حرجة ويحتاجون إلى العلاج في الخارج بأسرع وقت ممكن قائلا أنه تمكن من تسفير أربعين جريحا إلى بعض الدول للمعالجة بإمكانيات بسيطة فيما ينتظر البقية دورهم عندنا عدد من الحالات الحرجة التي تستلزم العلاج بالخارج لحوالي عددهم ما يقارب المائة تجريح والذي بإمكانياتنا وسفرناهم بإمكانيات بسيطة جدا إلى دول تانية ممكن 30 إلى 40 جريح مش أكثر والباقي يحتاج للتسفير بأسرع وقت ممكن لأن الوقت مش بصلاحة وضعية الجرحى في هذا المستشفى تحتاج إلى وقفة جادة من المسؤولين نظرا لقلة الإمكانيات ونقص الأدوية ومع أغلاق الاتحاد الأوروبي لأجوائه أمام الطائرات الليبية أصبحت المشكلة أكبر خاصة مع صعوبة الجرحى للعلاج بالخارج نشطنا متواصلة وفيها مكتب الهدمة الطبية طرابلس يشرع في منح التطعيمات للحجيجة في 12 مرفقا صحيا مغزعين على مناطق طرابلس مقتل مدنيين في درناج جرى تعرض سيارتهما للقصف من طائرة تابعة لعملية الكرامة على الطريق المؤدي لأم الرزم مارتين كوبلر يحث المجلس الرياسي على العمل على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ومساعدة النازحين والمبعوث الأمريكي لليبيا يستنكر مقتل مدنيين في طرابلس ودرنة ويطالب بتحقيق فوري قوات البنيان المصوص تؤكد أنها لم تفقد أي شبر من المناطق التي سيطرت عليها ومستشفى مصاط المركزي يشكو قلة الإمكانيات ويطالب بدعمه أفاد عضو مجلس النواب جابالا شباني بتأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم للتصويت على جاء تعديل دستوري ومنح ثقة لحكومة الوفاق الوطني وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونية خاصة بعد حضور أربعين نائبا فقط وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق أو بليحق لقناة ليبيا لكل الأحرار أن رئيس مجلس النواب عقيل صالح وعدد من النواب الموجودين في مدينة طبرق حضروا منذ الصباح إلى مقر البرلمان فيما ينتظر أصول عدد آخر من النواب إلى مطار طبرق قادمين من طرابلس من مصر وأوضح بليحق لأن النائب الأول محمد الشعيب والنائب الثاني حميد حومة أكد أنهما سيحضران الجلسة المرتقبة أكد رئيس المجلس الأعلى ورشفان المبروكة بعميد لفرج عن ستة محتجزين من ورشفان في سجن الكلية الجوية مصرة وأوضح بعميد لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عدد المحتجزين من ورشفان بلغ ثلاثة وأربعين محتجزا بين طرابلس والزاوية ومصرة فيما وصل عدد المفقودين منذ أواخر 2011 إلى 73 مفقودا من ورشفان وطالب بعميد بإطلاق صراح المسجونين على الهوية أو السياسيين إلا من تورط في جرائم مباشرة قايل أن فريق حواري مصرة كان متجاوبا ومتفهما بشأن المصالحة والتهديئة لإطلاق صراح المحتجزين في مصرة معنا من مدينة مصرة رئيس مجلس متابعة السجون بمصرة محمد عيسى سيد عيسى في أي إطار تم الإفراج عن هؤلاء المحتجزين الستة؟ طبعا هو التصحيح هما سبعة مستبتة وطبعا هذينما تموا محكميتهم هذينما دخلوا مصراته في 2011 وتمت محكميتهم وانتهت محكميتهم وتم الإفراج عليها من قبل الجهات القضائية طيب ما هي التهم التي كانت موجهة إليهم؟ طبعا هي التهم كانت كلها يعني تعاون مع كتابة جدا في تخليم مصراتها هناك ثلاثة وأربعين محتجزا سيد عيسى بين طرابلس والزاوية ومصراته بحسب رئيس المجلس الأعلى ورشفان المبروكة بوعميد هل هناك مساعي للإفراج عنهم؟ والله في الواقع نحن لم نملك إلا أنهم في المصراتة في المناطق الثانية لا نعلمهم وهذه ما طبعا تحت للسلطة القضائية طبعا ما يستمع كميته سيروح على كل بيت رئيس مجلس متابعة السجون مصرات محمد عيسى شكرا جزيلا أعلن مدير المكتب مكتب الخدمات الطبية في طرابلس حميدا ديابا المكتب سيشعر غدا في مرح التطايمات للحجيجة في 12 مرفقا صحيا موزعين على مناطق طرابلس ونوها مدير مكتب الخدمات الطبية طرابلس الانطلاق برنامج الكشف الطبي مذو يوم الاثنين الماضي في مكتب الحج بمنطقة النفليين وقد اجريت فحوصات طبية على 800 حاج من أصل 1040 حاج لتتم بعد ذلك مرحلة الفحوصات ومتابعة بعض المرضى وتوفير الأدوية قبل تأدية مناسك الحج الى عنوين النشرة مقتل مدنيين في درنة جرى تعرض سيارتهم للقصر من طائرة تابعة لعملية الكرامة على الطريق لمؤذي لهم الرزم مارتن كوبلر يحث المجلس الرياسي على العمل على توفير الخدمة الضرورية للمواطنين ومساعدة النازحين والمبعوث الأمريكي لليبيا يستنكر مقتل مدنيين في طرابلس ودرنة ويطالب بتحقيق فوري قوات البنيان المرسوس تؤكد أنها لم تفقد يشبر من المناطق التي سيطرت عليها ومستشفى مصرات المركز يشكو قلة الإمكانيات ويطالب بدعمه تم النشرات يا مرح اشتركوا في القناة